النهاردة مكرر بس ايه اقول الكلام اللي في نفسي فيما يخص النادي الاهلي علي معلول علي معلول وهو في السنة السابعة له مع النادي الاهلي السابعة تقريبا هو 2016 نضم 2016 على ما اتذكر لحد 2023 علي معلول على مستوى التأثير وركز معايا في الجملة دي قول على مستوى التأثير في النتائج وفي تشكيل فريقه وعلى مستوى الاستمرارية في الأداء الجيد في رأيي المتواضع أفضل محترف جه في تاريخ الكرة المصر حقك انك تقول لي لا هو انت وإيمانويل ده ايه وفليكس ده ايه وفلافيو وجلبرتو دول ايه وقوتاكا ده ايه حقك بس ركز في التقييم أنا بتكلم على مدار سبع سنوات انجازات وبطولات في ظروف مختلفة بتكلم على ظروف فريق يعني هو مش بيلعب مع فريق الأحلام بتاع الأهل اللي كان بيلعب فيه في لافيو وجلبرتو بيلعب مع فريق طبعا مختلف على مستوى البطولات وعلى مستوى الاستمرارية في الأداء وعلى مستوى الشخصية أفضل محترف في تاريخ الكرة المصرية مش عشان هدف رجابه النهاردة كلمك على أداءه الرأى ده علي معلول محمد الشناوي واقف هنا لحظة واحدة محمد الشناوي أنا وزميلي وجمهور النادي الأهلي انتقدوا كثيرا في فترات قريبة على مستوى متراجع بعض الشيء ولما بيخطأ أي لاعب في الكون طبيعي ينتقد طبيعي نشاول ونقول انه اللاعب مستوى قل فيه لاعب لما ينتقد ويصل الأمر أحيانا إلى الهجوم عليه من بعض الجماهير ينتهي يتدمر خلاص معنويا ينتهي وفنيا مش هيبقى مركز وهتبقى الأمور بالنسبة له انتهت وفيه لاعب بشخصية كبيرة زي محمد الشناوي يعود سريعا وفي مواقف حاسمة للنادي الأهلي مباراتي الرجاء مبارات السوبر النهاردة أمام برامد أداء رائع جدا ده النهاردة تصدى لكورة من وليد الكارتي واحدة من أفضل التصديات اللي شفتها في الكورة المصرية في حياتي واحدة من دي بقى مش أفضل مش أفضل ركزي بيعني بس واحدة من أفضل التصديات حيات كده على طريقة إيهار كاسيس في مطشة أشبالية في كنديلة قطة كده صعبة في مباراة الأشبالية بكده في الدولة الأسبانية فالنهاردة الشناوي كان رائع محمد الشناوي كان رائع بالمناسبة أحمد الشناوي كمان كان مميز يا أحمد الشناوي برضو كان بيمر بمرحلة هبوط في المستوى بس النهاردة أحمد الشناوي عمل مباراة كبيرة أيضا وليد الكارت النهاردة عمل مباراة حلوة جدا وليد الكارت المباراة ممتازة من وليد الكارت في البيرامينز لعب آخر عايزة تحدث عنه هو محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم يا جماعة كواليتي يزيد شوية عن كواليتي اللي موجودين في الكرة المصرية أو في الدولة المصرية جودة لعب كبير جودة لعب يلعب في أوروبا عادي جدا جدا وفي أندية كبيرة في أوروبا وفي دوليات كبيرة في أوروبا الثقة في النفس وبالمناسبة الثقة في النفس بعض الناس تلوم على محمد عبد المنى بحيانة أنه هو مغرور يا جماعة الثقة مش لازم تبقى غرور ما هي ثقة؟ هو واثق من نفسه المدافع على فكه لازم يبقى واثق من نفسه سيرجي راموس مش بكارن يعني سيرجي راموس محمد عبد المنى سيرجي راموس هو أهم مميزاته إيه؟ لاعب لجله على الأرض واقف واثق هو بيروح يختف الكورة وبيروح يعمل تدخلات وما بيتخضش أصلا المدافع ده لازم يكون عنده شخصية كبيرة ما بيتخضش وما بيخافش وما بيتوترش التدخلات تبقى قوية مش عنيفة كل ده بشوف من محمد عبد المنعم تدخلات قوية مش عنيفة ما بيخافش ما بيتوترش ما فيه عجمة مرتدة ولا فيه لعب سريع ما بيخافش منه وبيجري وعنده السرعة اللازمة مدافع كبير جدا جدا خلصنا الفرقة